السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم فهد من قناة game slayer طبيعينا الشباب هالحلقة مو عشان يعني ان اعلمكم طريقة شلون جيبون ولات او اي شي هالحلقة انه هي راح تكون بداية سلسلة جديدة السلسلة الجديدة هي اللعبة من المشتركين راح تكون في ان شاء الله فعاليات بالعالم اللي الحين انا في اسمانيا بانتش هاد اسمانيا بانتش راح اطع الشاشة بعد وراح اكون عنا بهالعالم زين كل يوم او يوم ترك زين من الساعة ثلاثة العصر بتوقيت سعودية من ثلاثة العصر لي خمسة فا يعني ساعتها راح اكون بالعالم فا يمكن يعني يمكن هنا بالعالم تصير ظروف واضلع قبل الساعة خمسة بس غالب انه راح اضل حتى الساعة خمسة وبس يعني لي اه اللي بيعب مثلا اللي بيجي يسوفي علي تمكن سوي مسابقات تكون جائزة او شي ثاني فايي هاد العالم نين بانش و اه يعني ولتنون شوان حي راح اسوي الغرفة حقية الاسبليف على معظم اسمها سبليف خانضبطها شوي لكم لانه انتو تستحقون اتفرد عندي عندي لعفة اصلا حلو الحين بيجيب لعفة بس دواني دواني نغزم شوي شوي مرتفع بخلي اللعبة شوي اكبر من العادية لانه انتو راح تكونوا مواجد مبعد شوي بد ثلاث ملوكات شوف ايواني لا اشتويت انا اشتويت لا لا اي اه حط واحدة هني شو بغيت اطيح حلو حين سكر سكر هني دي لا 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 جبت العيد حلو سكر هني دي قيت وهني سكر دقيقات ولا هني لا لا سكر واحدة هدية بس دقيقة اي اوك 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 مو علي افتح سكر طبعا في فقرة راح اضيفها على كل الحلقات من اليوم اللي هي فقرة معلومة كل نهاية حلقة زين فانا نهاية الحلقة راح اقولكم معلومة ؟ ما نظف voilà اوك دي قيت من وصف في بحاجة اوك نجيب شوي ثلاثه هو بالحالتين راح احفره للعالم فخانا كسر زاويته طبعا شباب من الحين اقول لكم القناة ما راح تكون يعني ما راح تظل قروتوبيا لان انا قلت الفين كشف خشه واذا اكشفنا الخشه شلون يصير عندي طريق قلعب قروتوبيا وانا ما بين خشه دي عادي بس اه انه خلاص قدامنا بين الخشه خلينا غير القناة خليها عادي اي شي ثاني مقالب تعديات وانا كنت فكر ترا ابدا ما وانا قلت كشف الخشه انا راح تركيا وكان عندي الفين يعني فكنت فكر من هناك خاص ابدى اصوف روقات بس قلت ما امدي والااااا او والكاميرا اصلا ما اجبتها معاي فرح نبدا ان شاء الله قريب أسوروني الدعم أبي الدعم بس دعم وخلاص أبشروا هو يمكن أول فيديو يمكن أن نزل عن خش رح يكون فيديو ردد فل من الحين وغير عن يوسف أحمد شوي فيديوهات رح أجيبها من أجانب بس أنا حط خشيتي بداخل شيتهم فهمتوا اللافة صايرة حتى اللافة صاير بخيل راز نجمع عشرة سيدون وطلع حا متى صار اللافة بخيل بعد واحدة أيوة بس هاصل روح من ديش نيل بانش نيل بانش نيل بانش أوكي نزراء طبعا شواء بيكم يعني تطرحون أسألة بالكومنتات عن قرسوبي أسألة ما تعرفونها مثلا السؤال عن تحديث هذا اللي هو مثلا لما تكسر سجرة أو تكسر بلوكة طرفيه بعملاتي يطلع أشياء غريبة مثل هذه بلوكة 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 يعني عادي يسألوا وعشان أعرف الحلقة الجاية تكون عن شنو شباب شوفوا اللي من الكويت في بطولة زين براح تكون مشرف أظن الجامرس يدرون عن بطولة فاللي بيشوف خشفتي قبل المشتركين يروح البطولة طبعا ما راح أقولكم يعني اللي يشوفوني ما راح أقولهم هذا أنا أو أي شي أبيهم هم يشيرون يا من صوتي يا مثلا تشيري أنت تشير أنت وحافظك فراح يكون من ناكن راح يكون أشان أوضح لكم يمكن أكون ثاني يوم يعني بس شوفوا هو يوم واحد الأكيد اللي راح أكون من هناك اليوم الأخير اللي هو اليوم الثالث لأنا راح أكون نعب بطولة التكن أنا موداش بطولة ثوراتش والبطولة أتوقع بعد ستة أيام أتوقع اللي يبيني أعدك أخيش ما تكن يجي البطولة والله أنا متحمس بطولة تكن الأحد يقال ترى أنا اختارة ليسة ليسة العالية مش عالويردي كان يسوي التصميم شوي عابي لا لا عادي لا هي هشو بس نظارة وقدر أطيق هذا ديرت هو مرتفع شوي ما أصلى لبنظارة أوكي خاص راح أشتني نظارة أتوقع أن تشدي التصميم خلاص شينو بعت شينو بعت في شي ناقص لا بس أنه يكون هني درج حقكم لا خل من هني خل من هني من هني بس هني حط دراغون جيت حلو أوكي تصميم حلو تم كمي اليوم يمكن اليوم بعد ما نزل فيديو يمكن يمكن تلاقوني احتمال كبير تلاقوني بالعالم من ينبنج ساعة ثلاثة إلى خمسة تعالو إذا شفت ناس واجد بس هو مسابغة حلو انت حسمي المضبوط خلاص وبس هذا كان محتوى حلقتنا إي صح بغيت أنسى اللي هو فايدة أقصد فقرة الشي اسمه معلومة أقصد فايدة أقصد فايدة أقصد فايدة هذا السبب معين وانا شوف السبب وجيه صراحة أنه مو بس تمشي وتكسر الشجر تكسير عادي لا تكسره وتعطيك فرصة زيادة أنه يطلع لك بذور وبلوكات زيادة من الجرى لا وذا استخدمت معاها فويل باك بعد في شي اسمه فويل باك إذا استخدمت معاها تطلع لك شي أكثر وبس يعني هذه معلومة اليوم اللي يعني تراكتور التراكتور بتسع والات يقولون يقولون أنه راح تزيد وبس هذه معلومة اليوم لا تنسوا من ساعة ثلاثة الخمسة واللي بيجي يشوفني بالبطولة بس كما عاكم فايدة للنزي مع السلامة